اشتركوا في القناة ال-N-A-O-H كمثال هذا حمد قوي استاذا لما احطه في المي H2O بيعطيني N-A موجب زائد O-H سالب فتركيز O-H سالب كنا نحكي يساوي تركيز ال-N-A-O-H ليش؟ لأنه تأين كليا اذا حطيت انا واحد بالعشرة مولا كلتر من N-A-O-H رح يعطيني واحد بالعشرة O-H سالب واحد بالعشرة برضو N-A لأنه تأين كليا كل الكمية تأينت وكون عدد المولاد متساوي فهذا معناته يا أستاذ أنه تركيز ال-H-3 ال-O-H سالب في القاعدة يساوي تركيز ال-N-A-O-H اللي هو في القاعدة القوية بس بالقاعدة الضعيفة يا أستاذ لو طلعنا على المثال اللي أمامنا القاعدة اللي هي B زائد H2O كونها قاعدة رح تستقبل H فعطيني B-H موجب O-H سالب كونها ضعيف معناته في عندي تفاعل وفي عندي اتزان في عندي تفاعل أمام متفاعل عكسي ولو أخدنا زي الحمض ثابت الاتزان شو يساوي يا أستاذ النواتج على المتفاعلات النواتج يدوم ب H موجب O-H سالب على المتفاعلات B و H2O ونفس الإشي أستاذ H2O ثابت من دخله بال-KC بيطلع عني إشي اسمه يا أستاذ KB B يعني قاعدة هذا اسمه KB اللي هو أستاذ ثابت تأيون القاعدة الضعيفة شو قانونه يساوي PH موجب في تركيز O-H سالب على تركيز B اللي هو القاعدة الضعيفة وما ننسى أستاذ هذولا متساويين PH موجب يساوي تركيز O-H سالب فبإمكاني أكتب هذا القانون كالآتي KB يساوي تركيز O-H سالب تربيع على تركيز القاعدة وإحنا بنتطلع KB أو بنطلع O-H سالب اللي هو تحت الجذير KB في تركيز القاعدة ومنه من ال-OH بطلع PH وبطلع أيضا اللي هو من ال-OH بطلع H3 أموجب وبطلع PH طبعا أستاذ كيف نحسب الرقم الهايدروجيني ال-BH لمحلل ضعيفة نفس الموضوع يلا ناخد أمثلة مثال صفحة 34 احسب الرقم الهايدروجيني لمين لمحلول الأمونيا اللي هو N H3 قاعدة ضعيفة تركيزها 4 بال10 مولا كل لتر علما بأن KB للأمونيا 1.8 ب10 أستاذ 5 إيش هو بديه أستاذ بديه PH PH شو يساوي أستاذ سالب لغريتم تركيز ال-H3 أو موجب طب أستاذ هل هو معطيني H3 أو موجب بالسؤال لا معطيني أمونيا أمونيا يعني حمض ضعيف يعني أنا بقدر أطلع منها OH سالب شو يساوي تحت في تركيز القاعدة ويساوي تحت الجدر شو كيبية أستاذ 1.8 ضرب 10 أستاذ 5 ضرب القاعدة تركيزها 4 في 10 أستاذ 1 ويساوي تحت الجدر 4 في 8 32 4 في 1 4 3 7 يعني 7.2 4 في 1 4 3 نعم 7 7.2 في 10 وسالب 5 نعم سالب 5 وسالب 1 سالب 6 شو جذر 7.2 يا أستاذ لو إجينا نطلع جذر 7.2 طبعا هو لازم يعطيني معلومة هون هاي كتابكم المثال 3 صفحة 34 البي أتش لازم يعطيني معلومة اللي هو معطيني لغاريتم الثلاثة فاصلة سبعة يساوي ستة بالعشرة خلينا نكتبها هون لغاريتم الثلاثة فاصلة سبعة يساوي ستة بالعشرة وبس تمام الآن جذر السبعة فاصلة ثنين يساوي ثنين فاصلة ثمانية وستين يعني هذا واخدنا جذرها يساوي ثنين فاصلة ثمانية وستين ضرب عشرة والسالب ثلاث هذا مين يا أستاذ هذا الـ OH سالب بس أنا ما بدي OH سالب بدي H3 O موجب بسيطة يا أستاذ ما احنا بنعرف احنا من خلال قانون الكي ووتر انه H3 O موجب يساوي ايش كي ووتر اللي هو واحد في عشرة والسالب 14 تقسيم الـ OH اللي هو 2.68 ضرب عشرة والسالب ثلاث ضرب عشرة والسالب ايش ضرب عشرة والسالب ثلاث ويساوي هاي أستاذ خليها عشرة وهاي خليها خمستعش عشرة تقسيم 2.8 بيطلع تقريبا يساوي 3.7 ضرب عشرة السالب ثلاث وديها فوق بتصير موجب ثلاث يعني بتصير سالب 12 3.7 عوضها هون ويساوي سالب لغريتم الثلاثة فاصل سبعة ضرب عشرة السالب 12 جيب الـ 12 هون ويساوي 12 ناقص لغريتم الثلاثة فاصل سبعة ويساوي 12 ناقص معطين لغريتم ثلاثة فاصل سبعة ستة بالعشرة نعم ويساوي 11 فاصل أربعة هاي الـ BH للقاعدة الضعيفة اللي هو الأمونيا NH3 طيب يا أستاذ في عندي كمان سؤال هنا هذا سؤال حلو كمي جراما بده كتلة من الهايدرازاين N2H4 يلزم لتحضير محلول حجمه 2 بالعشرة مول لكل لتر ورقم الهايدروجيني 10.8 ومعطيني معلومات أستاذ هذا الحل شوف ما أطول الحل وما أحلى بس إيش بده يا أستاذ هو بده كمي جرام يعني بده كتلة بقول له الكتلة كل القوانين أخذناها شو تساوي يا أستاذ عدد المولات ضرب الكتلة المولية طيب أستاذ بالسؤال معطيني كتلة مولية آه معطيني كتلة مولية بس هلو معطيني عدد المولات لا باجي هون بحكي عدد المولات يساوي التركيز ضرب الحجم أستاذ هل قلوني وما تجيبها أستاذ خلاص حفظناها خلاص صارت عنا موجودة الله يرضى عليك ما تنساها طيب أستاذ عدد المولات بطلعه الحجم معطيني بس التركيز تركيز الـ مش معطيني آه بطلع تركيز الـ N2 H4 دول قاعدة بعمل تبديل بينهم تركيز الـ N2 H4 يساوي الـ OH سالب تربيع على اللي هو KB خلاص تمام بقدر أطلع تركيزه بس أستاذ أنا KB أعطاني إياها بس N OH سالب مش معطيني إياها بس أعطاني إيش أستاذ معطاني الـ BH يعني بقدر أطلع أنا من BH مين H3 O موجب يساوي 10 أستاذ BH فبطلع H3 O موجب بعدها بطلع OH بعوضهون بطلع التركيز بعوضهون بطلع عدد المولاد بعوضهون بطلع الكتلة خربطكم بس هو في غاية السهولة بده كتلة أستاذ شو قانون الكتلة عدد المولاد ضرب الكتلة المولية مش معي عدد المولاد بروح على قانون عدد المولاد شو عدد المولاد يساوي تركيز بالحجم مش معاي التركيز التركيز أستاذ هو تركيز القاعدة أنا بعرف أنه KB يساوي OH سالب تربيع على القاعدة عشان أطلع القاعدة بجيب هو ون بطلع KB بدالها فتركيز القاعدة يساوي OH سالب تربيع على KB بس أنا مش معي تركيز OH سالب ثمانية زائد 11 ناقص 11 ويساوي 10 11 هاي تمام بتصير 10 أس 2 بالعشرة ضرب 10 أس سالب 11 هاي 2 بالعشرة إذا هو بدأ يكون معطيني معلومة أنه اللي قالت من 1.6 يساوي 2 بالعشرة يعني هون 10 وهون 10 بتروح مع بعض يعني هون يساوي 1.6 ضرب 10 أس سالب 11 هاي طلعنا مين طلعنا أتش ثي أو موجب طب أستاذ نطلع الو أتش سالب آه الو أتش سالب يساوي 1 في 10 أس سالب 14 ك ووتر على 1.6 ضرب 10 أس سالب 11 خليلي هاي 10 10 تقسيم 1.6 نحط هون يلا 10 تقسيم 1.6 فيها قديش أستاذ فيها 5 لا 5 ولا 4 فيها 3 فيها 4 4 في 6 4 ضرب 6 24 4 في 1 4 ولا فيها 5 حتى كمان 5 ضرب 6 أستاذ 30 5 1 5 1 6 فيها حتى أكثر من 5 5 خلينا نجرب مرة ثانية يلا 10 تقسيم 1.6 لو حطينا إحنا هون 6 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 9 ستة فاصلة أربعة ضرب عشرة السالب. طبعاً هون إحنا حطينا صفر وخليها خمسطعش. السالب إحداش فديها فوق تصير موجب إحداش يعني ستة فاصلة أربعة ضرب عشرة أس سالب سالب خمسطعش وزائد إحداش السالب أربعة. هذا تركيز الو أتش سالب. عوض لنا ياهون يا أستاذ. ويساوي اللي هو ستة فاصلة أربعة ضرب عشرة السالب أربعة تربيع تقسيم اللي هو ال كي بي معطي نية 어�تاد واحد فاصلة ثلاث ضرب عشره والسالب ستين أستاذ هات خربط الأرقام تيجي أسهل من هيك الأرقام دائما أستاذ أراجع أستاذ الوزارة أسهل من هيك بكثير إذن إحنا أستاذ لو إجينا ربعنا ستة فاصلة أربعة تربيع بالله خلينا نعوضها هون أربعة وستين في أربعة وستين أربعة في أربعة ستاش أربعة في ستة 4×6 24 1 25 نزل الصفر 6×4 6×4 24 6×6 36 32 38 يعني نزل 6 نزل 9 نزل 10 4 شيل فاصلتين 40.96 يعني بتصير هون 40.96 يعني 96 خليها ماشي ضرب 10 والسالب 8 تقسيم 1.3 في 10 والسالب 6 40 تقسيم 1.3 لو حكينا 41 تقسيم 1.3 خلينا نشيل الرقم لو حكينا الثاوي 3 3 بثلاثة 9 3 بواحد 3 يعني تقريبا يساوي اه تطلعون يساوي 2 2 فيها بواحد فيها ايش فيها بواحد فتقريبا 40 تقسيم 1.3 تقريبا تقريبا تساوي 31 ضرب 10 السالب 6 وديها فوق تصير موجب 6 سالب 8 وموجب 6 بتصير عندي سالب 2 31 في 10 السالب 2 طبعا هذا حكي تقريبا لو اجيت والله بدي اتأكد من كل حلنا بدي اتأكد من كل حلنا يا شباب اللهم صلي على سيدنا محمد وحدي وحدي حسنا من بلشنا هون اللي هو اول رقم 6.4 تربية اثنين لا ايذن 6.4 40.96 تمام هذا الرقم تقسيم 1.3 بطلع 31.5 31.5 اذا حون عدد المنات يساوي 31.5 ضرب 10 والسالب 2 ضرب الحجم معطنية قديش 2 بالعشرة يعني هذا ضرب سهر فاصل 2 بطلع 6.3 ويساوي 6.3 ضرب 10 والسالب 2 مول هيطلعنا عدد المولات بنيجي نعوده هون 6.3 ضرب 10 والسالب 2 ضرب كتلة المولية 32 ويساوي ويساوي إذن ضرب 32 يساوي 200 واحد جرام هذا هو الحل طبعا 200 واحد جرام في 10 أسالب 2 في 10 أسالب 2 ما ننزه ننزه 10 أسالب 2 يعني تساوي لو حركنا الفاصلتين 2 جرام تقريبا هذا هو الجواب هذا هو الجواب بعرف أنه الحل طويل بعرف أنه ممكن نتخربط بس الفكرة سهلة كتلة عدد مولات تركيز القاعدة وبنطلع تركيز الوح سالب هيك إحنا بيكون حلينا هذا السؤال نروح لأفكار جديدة الآن نروح لجدول اللي هو اللي فيه صيغ القواعد و ثابت تأيون القاعدة إلها عندنا بعض القواعد طبعا أكيد مش حفظ C2 H5 NH2 هل سموه إثال أمين CH3 NH2 مثل أمين أمونيا هيدرزاين بريداين وأنيلين كل هدول يا جماعة معادلة تأيونهم يعني حلوة كويسة ما أنه خلاص نحن نحفظناهم بنعرفهم كيف نطلعهم بهمني أنا كي بي نفس الإشي يا أستاذ نفس القواعد والقوانين إذا كي بي زاد القاعدة قوتها بتزداد وكمان يا أستاذ تركيز OH سالب بيزداد وكمان يا أستاذ الBH بيزداد الآن شو بيصير عندي بيصير عندي الحمض الضعيف شو بيصير في الحمض حمض المرافق عفوا الحمض المرافق بقل وكمان أستاذ تركيز الH3 وموجب برضو كمان بقل إذن هاي جدا مهمة بزيادة K A K B بتزداد قوية القاعدة بتزداد وH سالب بتزداد BH بقل الحمض المرافق وH3 وموجب نأخذ أسئلة على هذا الموضوع بالرجوع للجدول أيهما أقوى NH3 ولا NH4 وين NH3 هيها وين NH4 هيها مين أعلى K B سالب 5 سالب 6 سالب 5 أقوى إذن NH3 أستاذ أقوى من NH4 أكتب صيغة الحمض المرافق الأضعف حمض مرافق أضعف أستاذ إيش يعني أضعف حمض مرافق يعني أقوى قاعدة وين أقوى قاعدة هيها هي أقوى قاعدة أستاذ ضيفلها H بتصير C2 H5 NH3 موجب بس ضيفلها H لأن القاعدة بتستقبل H حدد الأزواج المترافقة في محلول القاعدة الأضعف وين أضعف قاعدة أستاذ تحت آخر وحدة الأزواج المترافقة هاي قاعدة مع حمض المرافق وهذا الحمض مع قاعدة المرافقة هذا زوج وهذا زوج كل هاي الأسل ممكن تيجي أي المحلولين يكون تركيز OH سالب أعلى أستاذ OH سالب أعلى يعني قاعدة أقوى منه أستاذ أمونيا ولا البيريدين اللي هو C5 المحلول البيريدين يعني يريدون OH3 أو C5 H5 NH3 C5 H5 N منه أعلى اللي هو قاعدة الأقوى اللي هو أستاذ NH3 اللي هو أستاذ NH3 سلاحظ كيف أي المحلولين رقمه الهيدروجيني أقل بالنسبة للقاعدة أستاذ رقم الهيدروجيني أقل يعني قاعدة ضعيفة من أضعف قاعدة المثل أمين المثل أمين ولا الهيدروجيني أضعف أستاذ الهيدروجيني أضعف فمعناته BH لها بد يكون أقل نفس السؤال السؤال الثاني نفس الصيغة أستاذ اعتماد على الجدول معطيني قاعد XYZ شو بأعمل أستاذ برتب من الأقوى سالب ثلاث أقوى واحدة يعني Y أقوى واحد بعدها سالب ستة Z بعدها X هيك أستاذ أقوى قاعدة إيش يعني أقوى قاعدة يعني أعلى BH إيش كمان أعلى OH سالب إيش كمان أضعف حمض مرافق يلا أستاذ بده صيغة أقوى قاعدة خلاص طلعتها أصلا أنا Y اللي هي نفسها أعلى تركيز OH وأعلى BH صيغة أضعف قاعدة مين أضعف قاعدة أستاذ X يا سلام صيغة الحمض المرافق الأقوى أستاذ حمض مرافق أقوى يعني قاعدة ضعيفة فهو عبارة عن HX موجب بده حمض مرافق X هو القاعدة ضيف له H HX موجب صيغة الحمض المرافق الأضعف يعني أقوى قاعدة معناته HY موجب صيغة القاعدة اللي حمضها المرافق أقوى يعني أقوى حمض مرافق أستاذ يعني أضعف قاعدة إذن هي X صيغة القاعدة اللي حمضها المرافق أضعف أضعف حمض مرافق يعني أقوى قاعدة اللي هي Y أكتب نارج تفاعل القاعدة HX موجب هاي حمض HX موجب زائد Z يعني قاعدة Z مع الحمض HX موجب نعمل هيك يا أستاذ هذا كونه حمض راح يعطي H فبصير عندي X زائد HZ موجب موضيع وأسئلة إن شاء الله في غاية السهولة في الحصة القادمة يا حبايبي راح يكون في عنا حل أسئلة مكثفة على الاتزام في محلين الحموض والقواعد الضعيفة عشان ننتقل لموضيع إن شاء الله ثانية بتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته